تعرفي الصورة اللي حنزلها دي كانت مناسبتها ايه؟ كان عيد ميلادي ايوه كان عيد ميلادك الاول الاول مصبوط وكانت عشان بس المعلومة دي مهمة في الوقت ده مامتك مادام زيزي مصطفى بعتتلي كلمتني قيتلي حانتك فيلم فانا قلت يا دي الخيبة بقى انا عمال اعمل افلام اولاد بقى وبتاع يا طيب يا زيز ده بعيني يعني حبيبتي اكيد وقلت خلاص اعمل فيلم وفيش مشاكل يعني لقيتها بعتلي سيناريو لوحيد حامد عن مهاجر برسبان يا نهريح وس هي زيزي مخاقد كده ناصح وعايزة تنتك فعلا بالشكل ده واخراج عليه عبدالخالق انا مصدقتش ومنقيالي دور صعب ومش اي حد ينقياه من احلى ادوار حضرتك بسراحة اه الحقيقة انا محب من احلى ادوار حضرتك فتراجدي يعني قليل اه ما كنتش بعمل الكلام ده قلت سلام يا زيزي قد كده انت مختلفة يعني هي ما راحتش تعمل فيلم مش عارف عمل ازاي والفيلم بقى كان فيه المالك فريد شوقي ومديحة كامل الله يرحمها ومجد واهبة ومساعد سعيد ووحيد سيف ووحمد بدير اه يا خبار ابيض على الكست اللي كان في الفيلم ده وعملناه كله ومدام نجوة فؤاد اسمه بنات ابليس انا من الافلام اللي بحبها قوي مش بس لان الفيلم جميل لانه اختيار زيزي في الفيلم ده كان يمكن التجربة الوحيدة اللي عملتها هي اول واخر انتاج وفعلا يعني صرفت كل اللي معاها وعمل فيلم جميل فعلا ففي الحقيقة من الفترة دي وانا يعني الست دي بالنسبة لي اختلفت ما عشفتهاش بقى زي كل اللي كانوا بينتجوا وقتها افلام اولاده مش عارف ايه الميت بتاعك دي من غير ما اشوف صورته اني معرفوش من اخير ما تشوف الصورة رسمية ايوة فعرفي مين ده بقى فعرف الناس اللي بتفهم يا رئيس مصطفى اسمع اني مستعدة اشوف الصورة بس اخر واحدة في نسوان البلد مش اولهم اولهم ولا اخرهم تفرقش عندنا بعدين اني اريحك اديني الهبابة معرفوش